السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم بنات عاملين اي رب تكونوا بخير معكم خبير التجميل العناية بالشعر والبشرة هي بخالد النهاردة ان شاء الله نحضر مع بعض وصفة ممتازة جدا نتعطير الجسم والمناطق الحساسة ومنطقة القبط بشكل فعال جدا لو عايزة كل حاجة طبيعية تبقى في جسمك يعني ترتبي جسمك بحاجات طبيعية جدا بدون ايكو حلات او اي حاجة تانية خليك معي الاخر الفيديو وان شاء الله هتستفيدش جدا بس قبل ما اتكلم عن الفيديو بتاعي حب اقول ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشهارات الفيديوهات الجديدة اول باول كل اللي احنا محتاجينه في وصفتنا هو زيت جونسون اللي انا بعشقه طحفة وهي مكعب من المسك او المسك السائل او حاجة تانية اللي انت تقدر تجيبي اي نوع بيرفوم انت بتستخدميه وتجيبي الزيت بتاعه وتبتدي تعملي ايه بتبتدي تجيبي الجونسون بتاعك وتبتدي تحطي مكعب المسك بتبشريه كويس جدا وتبتدي تقلبيه مع نص كمية الزيت دي على حسب انت عايزة ايه عايزة تبشري مكعب المسك كله وتحطي علبة الزيت كلها مفيش مشكلة بتبتدي تبشري علبة المسك كله وبعد كده وبتبتدي تحطي الزيت بتاعك على قد الكمية اللي انت عايزة وتحتفز بيها في علبة تكون تضيفة ومحكمة تلغلق وتبتدي تستخدميها بعد كل شاور عندنا كذا حاجة نقدر ناخد الكمية دي لو احنا عايزين نمنع رائحة بتاع العرق بنبتدي ناخد ده معلقة من الخليط اللي احنا عملناها وبنبتدي نضيف عليه نص معلقة من الشابة المطحونة وبنبتدي نقلبهم كويس جدا وده مزيل عرق طبيعي ريحته حلوة جدا وكمان بيفتح جدا جدا الوصفة دي ممتازة بترتب الجسم الى بعد الحدود بتخلي الجسم راطب جدا مش بس كده تديره طبعا ريحة حلوة بتبتدي تستخدميها ازاي؟ اوالك طريقة تستخدمها بالضبط بعد ما بتخلي الشعور بتاعك وجسمك لسه منادي كده بتبتدي تاخد حبة من الزيت مع المسك اللي انت عملته وبتبتدي تضيفيه على جسمك كله وجسمك لسه منادي يعني مش بتنشافي جسمك كله تاني حاجة بتخلي الكمية اللي انت عملتيها لمنطقة تحت الابت الشابة مع المسك والزيت وبتحطيها على منطقة تحت الابت كمان الوصفة دي بتعطر المناطق الحساسة وبتفتحها جدا وكمان بتنعم اي منطقة بالجسم الكوع الركب الجسم كله بتخليه راتب جدا وعمل زي الاطفال جربوها تعجبكم ان شاء الله تعجبكم جدا تكلفتها بسيطة جدا وكمان لو احنا عرائز نقدر نستخدمها هيلة جدا ان شاء الله من اول استخدام هتلاقي ريحة حلوة جدا وترطيب عالي اوي اوي دي كان توصيتي النهاردة يا رب تكون عجبتكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تابعين اللعك عشان نحصل لأكبر هدم البناية التستفيد منه كمان تشتركوا لي بالقناة عشان نصلكم بالجديد اول باول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته